الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جنينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إيرتريا ولقائه رئيس الإيرتري أسياس أفورقي ورئيس الصومالي حسن شيخ محمود وخلال المؤتمر الصحفي مع نظره الإيرتري شدد رئيس السيسي على أن الاجتماع عكس أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مشيرا إلى أنه يهدف إلى التشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إذا أسبل التصدي لمخططات تستهدف زعزعات الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وأكد الرئيس السيسي اتفاق الدول الثلاث خلال المباحثات على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال من أجل استعادة الأمن والأمان وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة ومنها الأوضاع في السودان حيث أشار إلى أن الاتفاق على أهمية التواصل لوقف دائما لإطلاق النار في السودان كما أكد رئيس السيسي الاتفاق على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر الأمر الذي انعكس سلبا على معدلات التجارة العالمية أدنت مصر ما أقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصف لمدرسة تؤوي نازحين في دير البلح بوسط قطاع غزة وكذلك قصف قوات اليونيفال بجنوب لبنان وأكدت الخارجية أن مواصلة جيش الاحتلال جرائمه الشنيعة على مدار عام دون مساءلة دولية أدى لتمديه في انتهاكاته للقانون الدولي مطالبة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ولبنان والعمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر كما طالبات الخارجية بضرورة التزام الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظف الأمم المتحدة وممتلكاتها أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو أن الصراع المدمر في لبنان إلى جانب الدربات المكثفة في سوريا والعضوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشير إلى منطقة تتأرجح بشكل خطير على شفى حرب شاملة وفي إحاطتها أمام جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط قالت دي كارلو إن عجزنا عن وقف العنف ووقف إراقة الدماء أمر مدان هذا وحثت دي كارلو إسرائيل على وقف قصفها للبنان وسحب قوتها البرية تتواصل الاجتماعات التي تصدفها القاهرة بين حركتي فتح وحماس وكانت الاجتماعات تناولت التطورات السياسية والميدانية في المناطق الفلسطينية مع التأكيد على توحيد الصف الفلسطيني وبحث الترتيبات المتعلقة بالتحديات راهنة تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني بضل التصعيد ضد قطع غزة يواجه منتخب مصر في السابعة مساء اليوم ومنتخب موريتانيا ضمن منافسة الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 20-25 كما يستعد منتخب مصر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء اليوم الثلاثاء الخامس عشر من أكتوبر أدى لعب منتخب مصر تدريبات بدنية مكثفة وذلك خلال الميران الأخير ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا بيجوار كل من كاب بيردي وموريتانيا وبوتسوانا ويحتل الفراعنة صدرت جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط وموريتانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط